الجراحة محدودة للتدخل هي جراحة عبقرية جدا جدا بنقدر من خلالها نعمل عملية كانت عملية كبيرة جدا بالطرق التقليدية بنعملها في وقت قصير جدا ودون أن نحدث أي تغير في التركيب التشريحي للمريض سواء كان في المخ أو العمود الفقري وبالتالي المريض ده هيرجع يشتغل هيرجع لحياته الطبيعية بشكل سريع جدا هيرجع يلقى طبيعي تماما في وقت قصير والأهم من ذلك أن المشكلة هيبقى معدل الارتجاع أقل بكثير جدا من الجراحات التقليدية رجعنا لحضراتكم عشان نستكمل حوارنا عن مشكلة الفتاء قبل الفاصل كنا عرفنا من ضفنا العزيز إيه هو الفتاء بالضبط وإمتى بيحصل وعرفنا أنواعه وكمان أبرز الأعراض دلوقتي جي الوقت طبعا نتكلم على الوقاية والألاج في سؤال جالنا على الفيسبوك يا بكتور بيقول كل اللي بيعمل عملية بما أن بطنه اتفتحت في الحتة دي وتخيطت بيبقى عنده خوف أن ممكن المكان ده يبقى مكان ضعف فهل الفتاء الجراحي بعد العمليات حاجة شائعة ولا لو العملية معمولة كويس والجرح مقفول كويس عمره ما يحصل لا ومنقولش عمره ما يحصل إنه ممكن يحصل إنما فيه زي ما حداك بتقول الوقاية فيه إنك أنت بتستخدم يعني جراحة شيك زي ما نقول كده باللفز الدارك في جراحة الشياكة في القفل المزبوط طرق تعتمد على الجايدلاينز المزبوطة تلاقي الاحتمال يجي للمريض فتء جراحي ده نسبة قليلة جدا وإن كان في كل المراجع العلمية من خمسة لعشرة في المية مع كل نوعات الجراحات الكبيرة يعني أعلى من نسبته في الشخص اللي ما فتحش بطنه خدس؟ طبعا جراحة لازم يكون فيه فتح يعني يكون فتح جراحي حصل ضعف في الجدار نتيجة الجراحة عشان كده فيه تقدم بقى في جراحات المناظير لكل الجراحات دلوقتي بقى اتجاه هنتكلم عليها طبعا دلوقتي أنا عندي صورة الحقيقة برضو عايزين نوري للناس شكل من أشكال الفتاء فهذاك علق لنا عليها كده ده زي ما احنا شايفين فتء سوري والضعف من حتى اللي جنب السور ده اللي احنا قلنا عليه بيبقى في الخط في المنتصف يحصل فيه ضعف فابتدي الأمعاء من جوة الغشاء البريطوني تخرج وده فتء خطير لو احنا سبناه سبناه لانه طبعا بيبقى الفتحة ديئة ففي اي لحظة ممكن يحصل مضاعفات زي انسداد الأوعد ده ما هي اللي راح الأنس الأمعاء وتؤدي الى اختناء زي ما نقول فتء مختنق فتء مختنق وجزء من الأمعاء ممكن يموت يحصلوا يموت ويحصلوا غررينة هنا بقى في عملية كبيرة وبنقطع حتة من الأمعاء ونوصل يعني الاعمال يؤدي الى هذا طيب العلاج اللي شائع عند الناس كلها انه الجراح وانه ما فيش غير الجراح هل قبل الجراحة في حاجة ممكن تتعمل لا ما فيش حاجة لا يوجد كان زمان يعني مثلا المريض ماينفعش تعمل فيه جراح كان زمان كانش التغدير ما كانش متقدم والجراحات مش متقدمة كانوا يبسوا هزام المشكلة في المريض نفس بقى مثلا عنده القلب هبوط في القلب بقى عنفت زماح لك بتقول كانش التغدير متقدم هارده التغدير بقى متقدم جدا ما بقاش فيه حاجة سماية ماينفعش جراح اي طيب احنا بقنا بالوقت بدخلنا في المنظير اه ودخلت في كل حاجة ايه البردو المقارنة ما بين الطرق التقليدية وعمل جراحات الفتاء بالمنزار جراحة الفتاء بالمنزار جراحة لطيفة جدا العام بيخرج في نفس اليوم بيقى من خلال فتحتين في جدار البط وبيقدر زي ما بنقول مثلا في المرارة اختلفت عن الجراحة التقليدية والجراحات البطن برضو صالق قولون نفس الشيء بينطبق عليها جراحات الفتاء فبتؤدي ويتؤدي الى نتائج قوية جدا مع عادة ان ما يكون مثلا مريض ماينفعش يتبنج او المنزار ماينفعش تعمله ومسلا فيه السقاط شديدة في البطن فيه مثلا اه لا يتحمل النفخ بالغاز سانيكوسيد الكربون دي بتعتمد بقى على اللي بنقول عليه الامدي تي مالدت سيبلا تيم ما بينه وما بين اختاز التغدير علشان ندي العيان الطريقة النموذجية والامثل فيه يؤدي الى نتائج طبعا قوية جدا تكون احسن طيب مدة العملية برضو يعني الفرق اللي حصل مع المنظيم هل اختصر مدة العملية؟ هل تقول تختصر بقاءه في المستشفى؟ طبعا اختصر طبعا بقاءه في المستشفى والمدة برضو الى حد ما مع زي ما حدك عارف ان جراحات المناظير دي تستوجب حاجة اسمها learning curve معدل الكيرف غير طبعا ما يكون مثلا واحد عمل مرضى واحدة تعلم بالزبط يكون غير ما يكون عمل ألف حالة عمل ألف حالة طبعا بيكون متمردس جميع فيه تدريب النهاردة كويس طبعا لان في كل الجامعات طبعا والورش العمل مثلا في جامعية الجراحيين والجامعات نعمل ورش عمل لتدريب صغار الأطباء ونبدأ نبني بقى المنحنة التعلم طيب تمام بنسمع عن الشبكة وان فيه عمليات بتحتاج شبكة لتدعيم وتأويد جدار البطن برضو حد كلمنا عنها الشبكة دي معمولة لانه طبعا جدار البطن ما ينفعش ان احنا بصفة خاصة في الفتاء المرتجعة لا تستطيع انك تؤدي الى التصليح العادي الانسجة ببعضها مش هتلتأم كويس فبنعمل حاجة اسمها الشبكة الشبكة دي مادة بتبقى مادة مصنوعة من ألياف معينة الجسم ما يتردهاش وبالتالي لها شروط خاصة أو مواصفات خاصة تكون خفيفة الوزن ومتعملش اي نوع من انواع الالتهابات وبالتالي الجسم بياخدها ودي بتقوم بعمل ان الجسم بيؤدي ييجي انسجة تترسب عليها وتتراكم عليها وتؤدي انك انت تصليح الفتاء بيكون 100% مزبوط ونسبة الارتجاع فيها بيكون تقريبا نصف في المية كان زمان الارتجاع قبل اكتشاف الشبكة بيبقى حوالي 10% ودي حاجات بيبقى بالزبط طيب عمرها قدي يعني انا عملت عاملة الواحد عنده فتاء عمره 40 سنة عاش بعدها ما شاء الله 30-40 سنة يفضل بالشبكة ومحتاجش يغيرها لا ما بتغيرش طيب الشبكة دي خلاص متغيرش ما تتحركش خلال متحركش فيه ناس بيقولك تروح كده تروح كده لا لا الشبكة اللي هي اللي تقول عليها كده ما يكون فيه فتء جراحي والجسم بقى بيلفظها نتيجة التهابات معينة او حصل مضاعفات مع العملية ده فتء جراحي انما في الغالب في الفتء اللي هو اللي بقونه عليك الشائع اللي هو نسبته تمثل 70% من الفتاءات في مصر لو الفتء القربي بيحصلش مشاكل معا انما الفتء الجراحي هو ده اللي بقى متوقع معاه ان احنا ممكن يحصل الشبكة الجسم ما يقبلهاش اللي بنقول كده يرفضها لانه جسم غريب ممكن يحصل حواليها التهاب حاول تحايل عليها بمضادات حيوية وعلاجات وصبر شوي طيب المضاعفات بقى للي بيرفض العملية او بيهمل يأجلها عايزين ننبه الناس للمضاعفات ممكن تصل لإيه بييجي ساعات ناس تقول لك انا مش عايز اعمل عمليات بيخاف من العمليات لا لو احنس ابنها ممكن الفتء ينزل مايرجعش يبقى غير مرتجع ودي خطيرة برضو ودي علامة مش كوية وليس طبعا ويبتدي يرجع عنده قلم شديد جدا ده خلاص بزبط ده حول إلى طارق حاجة الأخطر كمان انه يبقى فيه غرغرية نزل والأوعية الدموية اللي نعحة اللي تخنقت في القناة الإرابية دي او في حوالين السوردة او حتى في الفتء الجراحي ده يؤدي زي ما حداك قلت في الأول إلى غرغرينة غرغرينة معناها انه جزء ده مات مات ولو مات وسبناها هيحصل تسمم تسمم وحاجة اسمها صدمة تسممية قد تودي بالحياة بالزبط كده طيب بيقفز للزهن بالذات في الرجال في موضوع الفتء الإرابي تأثيره على الخصوبة تأثيره على الأداء الجنسي يعني برضو حالك وضح للناس هل في علاقة هو لم يثبت علاقة ولكن يفضل ان احنا علشان دي أنسجة موجودة في مكان مش مكانها الطبيعي وزي ما حداك عارف ان الخصوبة وكده بتحتاج درجة حرارة معينة والأمعاء دي بتبقى درجة حرارتها أكتر من درجة حرارة الخصية طبعا وبالتالي يفضل وربنا اخلى الخصية برضا الجسم علشان درجة الحرارة يظبط تمام فعلميا ثبت ان دي يفضل ان احنا لازم نعمل العملية حتى علشان كده يعني اقصد اللي جاله قعدت فترة طويلة وتعملت هل ممكن نلاحظ انها اثرت على الخصوبة بتاعته على مثلا العد بتاع الحيارات المنوية في المني بتاعه ولا مالهاش علاقة مباشرة لا مالهاش علاقة مباشرة لانه عنده الناحية التانية تقوم بالعمل ما يجيش في الناحيتين يا دكتور عاطم ممكن يحدث في الناحيتين نسبة برضو سيء الحظ طبعا طبعا الناس الكبار بصفة خاصة اللي هما عندهم ضعف الدار البطن قوي طبعا يجي في الناحيتين وتقدم في السن ومسلا زي ما قلنا العوامل المسببة سيء الامساك المزمن والبرستات تطخم البرستات مع تقدم السن هو ده اللي يؤدي ينزل في الناحيتين بالضبط يفعل طيب عملنا العملية وطمننا على نفسنا بقى ايه الوقاية اللايف ستايل هيعيش ازاي عشان ما يرجعلوش تاته صحهم بقى المفاجأة بقى الجميلة انه بيعيش طبيعي جدا بس بنقوله في الاول ثلاث شهور يفضل هي الفترة اللي بناء الانسجة والتام الانسجة التام بفضل ما يشيلش حاجات تقيلة ما يعملش كوحة طبعا الحاجات الاسباب العامل مسببة العامل مسببة انه تجنبها كلها تدخين بشراعة كوح حزب بالضبط بالاضافة انه ما يشيلش حاجات تقيلة ايه اكسرسايزيز عنيفة مش مطلوبة انها بيعيش لايف ستايل توتالي طبعا بتبقى جميلة عن قبل العمل ايه الشباب اللي في الكنترول بيسأله سؤال لطيف قوي الناس اللي بتشيل حديد هل له علاقة بالفتاء وبارتفاع الضغط في البطن ولو عنده استعداد الفتاء يجيله شيل الحديد شيل الحديد ده طبعا لو هو عنده طبعا يشيله طبعا بادي بيلدنج لا هو الحقيقة اللي هي علاقة بان هو لو الانسجة بتاعته دي هو مولود بها ضعيفة ما هي ده اندفيدوال تختلف من شخص للشخص بالاضافة انه يكون الحوامل مسببة عند فلان غير عند اللي بس يعني يكتمع ده مع ده بالضبط انما مالهاش علاقة بالعكس الرياضة بتقوّل عضلات بالذات لو قوت عضلات البطن طيب حضرتك يعني فرصة وانت جراح معانا ايه اكتر حاجات دلوقتي بتحس ان احنا لازم نهتم بيها في حياتنا وستايل حياتنا اللي هو علاقة بالجراحة ايه اخطاء بنعملها حاجة ممارسات خطيئة بتزود الحالات عندكم لاحظتوا مثلا في الفترة الاخيرة احنا عايشين حياة ما عادش فيها رياضة كتير ما عادش فيها بذل مجهود كل حاجة بالريموت كنترول كل حاجة بالعربية فاكيد لاحظتوا تغير زيادة الوزن غير عادي المضطرد واحنا في مصريين بقى عندنا نسبة زيادة الوزن طبعا زيادة الوزن دي تؤدي الى حدوث فتاة دي عامل من عوامل الاساسية زي ما قلنا الوقت الوزن سمنا بقى لها علاقة بالسرطان سمنا بقى لها علاقة بالمرض الشائع ده عندنا في مصر الحاجة التانية الاهتمام بالاكل لازم الاكل يكون غني بالبروتينات حضرتك بروتينات الغالية طبعا اللي بقت غني الى حد ما حتى البروتيني النباتي بقى غني كمان طيب يعني اقصد انتو حاليا كجراحين في عادتك الخاصة في المستشفى ايه اللي شايفينه انه في ازدياد بسبب حاجات خاطئة بنعملها او حاجات تغير في نمط حياة الناس قدت لحالات جراحية بالذات زيادة ولا محصلش تغيير لا هو طبعا لما تكلمنا على فيه حاجات كتير زي مثلا البولوشن كنت نايم وبتشوف حاجات اه طبعا النهاردة استاذ ورئيس قسم طبعا اكيد بتشوف طبعا اختلفت الامور خالص ايه ازاي انت النهاردة مع البولوشن وزي ما احداك قلت التلوث ها التلوث وان احنا وسترنائزيشن بتاع الدايت زي ما بيقولوا اتأمرك ولا الاقترام بدأت يجلنا امراض كتيرة مع زيادة معروفة مش موجود طبعا زيادة السرطانات كترت الامراض اللي هي لا علاقة بالقولون والتهاب القولون ده كترت تقاروحات القولون برضو كترت حتى حتى في السن الصغير هي بريكانسرس يعني هي بتبقى تسبق السرطان طبعا طب الحاجات دي بقى عشان نكتشفها برضو تنصح بايه الوقاية اولا ثم الكشف المبكر احنا لسه مسجرين قريب حلقة عن الكشف المبكر للأوراق فهل مسألة القولون دي انت هو طبعا طبعا القولون ده طبعا بيستوجب من ان احنا زي اي حد يقولك احنا عندنا قولون عصم معلش انا بقى ضد كلمة قولون عصم اعراض انك انت اختلفت طبيعة الانسان في الطباردوس اختلفت سواء امساك او اسهال من المشكلة بقى المتعودين ان هي زمان يقولون السرطان يجيله امساك لأ مش شرط ممكن يجيله برضو اسهال دي واحدة الحاجة التانية انه هو يخس فجأة كده دي نفس خس مغرر جيب اه يجي حاجات ينزل حاجات مع البراز حاجات سواء المخاط او حاجة او دم برضو يلزم يجرب كل ده لازم ينتبه ويجري يكشف بسرعة لازم يشوف دكتور متخصص الحالة دي عدو بتخشه بقى في منزار منزار قولون وكده بتيجي تشخص عشان وفي الحالة دي مش لازم كل الحالات دي جراح بياخد علاجات والعلاجات النهاردة بقت متقدمة والعلاجات أدوية بتجيب نسبة شفاء 100% هو دايما نصل مرتبط جراح يعني عملية مايعرفوش ان الجراح له وسائل كتير يعالج بيها وساعات أدوية مصبور ماعادش الكلام ده بقى خلاص جراح الشاطر العملية بالنسبة له اخر حاجة اخر حاجة انا شاكر جدا دكتور عاطف شرفتني النهاردة شكرا جزيلا والاسف انتهى وقت فقرتنا بشكرك على وجودك معانا وانشاء الله نشوفك مرة تانية الحمد لله احنا غطينا مشكلة الفتاء من جوانب مختلفة جاوبنا على معظم الاسئلة للناس بعتوهالنا على صفحتنا على الفيسبوك في بداية حلقتنا قلتلكم المعرفة كنز ملوش قيمة اذا لم يتم نشره بين الناس عشان كده بطلب منكم تنقلوا لاصحابك وقريبك كل المعلومات اللي اتقالت في حلقة النهاردة وتساهموا في التوعية ونشر الثقافة الطبية فاصل قصير نرجع نكمل باقي فقرات حلقتنا النهاردة خليكم استنين مشاكل تساوس اسنان الاطفال دي من اكبر المشاكل اللي احنا بنواجهها حقيقة والمشكلة ان احنا دلوقتي خلاص عادنا مرحلة الوقاية وبقى في تساوس طب اعمل ايه لو عندي تساوس في اسنان اطفالي النهاردة انا ينفع اعمل السنان ديت لو هما سننا سنتين بيقدر نعملهم عندنا بالليزر المائي وده بدون قلم والموضوع ما بقاش فيه وجع ولا فيه صوت عالي ولا كلام من ده ليه صوت الاجهزة طيب لو الموضوع وحش قوي وانا عندي اسنان كتير بايزة وطفل سنه صغير مفيش مشكلة خالص ان هما بيخشوا النهاردة يعملوا تحت التخدير الكل الامن بيقدر نعمل العملية بتاعت علاج كل الاسنان دي في جلسة واحدة في ساعة زمن بيكون مخلص كل الاسنان بتاعته ويكون قفلة وحشها وما ينفعش استهين بان السنان دي تبقى فيها مشاكل لان السنان دي لو فضلت المشاكل موجود فيها بتمنع نزول الاسنان الدائمة وبالتالي ممكن يحصل لقدر الله تشوه في شكل الوجه والاسنان